بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أقضوا الصلوات ثم أما بعد أيها الأحبة صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما في الليل ثم سلم فصلى ثم سلم صلى 11 ركعة ثم دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤدنه بالصلاة وجد النبي صلى الله عليه وسلم متجعا على الذراش يبكي فقال بلال يا رسول الله تبكي بأبي أنت وأمي وقد غفل الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك يا بلال لقد أنزلت الليل علي آيات ويل لمن قرأها ولم تفكر بيها إنها عشر آيات الأخيرة من سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى إن في قلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب أولي الألباب الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقلودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار الله عزيزيه خلقنا لأجلنا نتفكر فلابد لنا من التفكر لأنه يحصل بعد التفكر تدبر وبعد التدبر نجاة بإذن الله أسأل الله ربعشا كريم أن يجزي كل من ينشر هذا المقطع على اليوتيوب أو على تويتر أو على الواتساب أو على الفيسبوك أن يجعله رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وإياه في جنات عدن قلوا آمين اللهم وفق كل من ينشر هذا المقطع لأجل الناس أنهم يتدبروا ويتذكروا في خلق السماوات والأرض وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين